دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني السلام عليكم زيكم يا شباب عاملين إيه يا ربطونه خير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الذي يعلمه والقلم علم إنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خيري معلم الناس خيري محمد رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي خلاص شغرفت القصة على النهاية وبنوصل لخط النهاية هو انتحانات الفينال انتحانات الثانوية العامة خلاص هنبقى سينيورز هنودع بقى شغل المدارس دوت ونبقى طلبها جامعيين قد الدنيا وإن شاء الله ربنا يوفقكم وتقدوا كويس في الامتحانات ولكن ولكن صبري يا نفسي معنا الله مشوار الطبي مشوار الطبي بدأنا خطاه في شوية قنابل موقوتة كدوت في مخكم محتاجين ان احنا ندخل ونعمل لهم عملية جراحية دقيقة وهندسة وراسية ونشيل بعض الجينات المعطوبة ونحط جينات تانية علشان ايه نحسن الصفات الوراثية ونحسن طريقة تفكيركم اول حاجة اول حاجة هم ثلاث افكار وانا هحاول بقدر الامكان ان انا اختصر وابقى بريصايز في الكلام تاعي لان انا عارف ان كل فكرة عندي فيها كلام كتير او عايز اقوله فان شاء الله ان شاء الله الفيديو ما يزدتش عن ثلاث اربع ساعة يعني اول حاجة ان انا لو دخلت جوا عقل حد منك دلوقتي هلاقيه متضجر ومتأفف وعمل يونفق ويقول بقى يا راجل دا احنا بقى لنا عشر شهور بقى لنا يجي سنتين عماليني زاكر وكفاية بقى السنوات دي طويلة قوي انا الشهر اللي فاضل ده وقت يعدي يعدي بقى كده هو بالزق بالقصور الزاتي حد يخبطني في نفوخ بشاكوش يصحيني على امتحان الاحياء يوم واحد وعشرين سبعة يوم ايا كان بقى اللي امتحان كان يوم ايه انا لا مش كده حبيبي مش كده خالص مش كده لا بالعكس ده الخيل اذا شرفت على خط النهاية بتبدأ بقى تزود المجود بتاعها تزود معدل التنفس عندها معدل ضربات القلب وقود ضربات القلب تحول الجليكوجين الى جلوكوز فبالتالي يزدد الجلوكوز في الدم ويزيد التنفس فيزيد الاكسجين القلب ياخده فيزود القوة فيرفع ضغط الدم في الدم يندفع وروح للعضلة فالعضلة تاخد الاكسجين والجلوكوز وفعم التنفس هوائي وتطلع ثمانية وتلاتين اي تي بي وشوية سانوكسيل الكربون وشوية بخار المية فبالتالي يحدث شد لخيوط الاكتين بتجاه العضال بعض فتنقبض العضلة انقباض وتنبسط العضلة انبساط واحنا بحصة ايه داللي جابني هنا اه احنا كنا بنتكلم عن الخيل مهم يعني ان الخيل لما تشرف على خط نهاية بتبدأ تزود مجهودها فبالله عليك انت بتعمل ايه بتعمل ايه انت المفروض دلوقتي تزود المجهود مش تيجي تقول بقى الايام تعدي زي ما تعدي بالعكس وبعدين دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر الانساني عمر ثاني واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تتحض على استغلال الوقت يعني اياما احاديث كتير جدا اللي هو نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فالفراغ دوات هو الوقت انت تضيعه تجي تقول بقى اليوم يعد زي ما يعد لا طبعا اللي هو لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما قبلها وهو العمر وشادات الاثنين وقت اه ما ننهي في ناس تجي تقول لي يا دكتور الاحياء في اخر مدة وهننساها ومش عارف ايه هل تعلم المراجعة اللي انا بجهزها هل تعلم انت تعرف انا بجهز في المراجعة حضراتك عارف ان انت هتسمع المنهج مرة واثنين وثلاثة وتحل عليه مرة واثنين وثلاثة ومش هنسيب فاسوسة فيه يوتيوب ومنصة اليوتيوب هيبقى كافي جدا ان شاء الله والمنصة الناس اللي هتشترك فيه ليال الامتحان هتوصل بقى لليفل الالف في الموضوع هل تعلم ايه بقى سبع ربنا سبحانه وتعالى ومتقلقش كل حاجة متجهزة خل ركز انت بس في الحاجات اللي معك دلوقتي حاجات كتير والله احاديث كتير جدا بتتكلم عن عن الوقت واعيذك بالله ان انت تكون التاني من الاتنين اللي انا اقولون لك دول الشخص الاول اللي بيحس الوقت دوت فرصة وغنيمة يجب اغتنامها واكتساب اكبر ما كسب منها واستغلالها استغلال صح وفي واحد تاني الوقت بالنسبة له وعب عليك كده عايزه عايز يخلصه زي ما يخلصه سواء بقى في الامتحانات او في وقت تاني واحنا بنشوف ناس كتير جدا انت وهمك بيخلص ازاي بروح البلستيشن بروح مش عارف ايه بقى اكلم مين بتشات مع مين بقى قلب ثين بقلب في التك توك بقلب في الريلز بتاعة الفيسبوك في الشورتز بتاعة اليوتيوب وبتسحب عمري وفي الاخر بتحس انه وقت وعب يا راجل يا راجل ده الواحد بيتنشأ على ساعة في اليوم عشان يعمل فيها حاجة مفيدة تجي انت طول لا طبعا ما ينفعش في حاجة عايزة نبهت لها مخصة برضو بالحطة الاولينية وانا قلت مش هطول ونطول فهطول بص يا شباب انت طول السنة يعني بلاش طول السنة في بداية المراجعة مثلا لو انت بتذاكر مثلا يعني الدعام والحركة البلاغة من كله بتذاكر عارف دلوقتي انت بتذاكر البلاغة لأول مرة فبتقول ايه او بتراجعها يعني فبتقول اه بقى لو انا ذاكرت دلوقتي وراجعت دلوقتي فوصلت كده ال 50% وبعدين في المراجعة التانية امتجاي ووصل ال 70% وبعد كده جيت بقى كمان مراجعة امتجاي زائد كده لحد ال 90 وجيت امتجاي مقفل بقى 100% قبل الامتحان احنا قبل الامتحان ومفيش غير كده فمخك كان مهيئ ان عادي لو انا مفهمتش مش هان انت عملت قوله في مراجعة تانية وثالثة احنا مش هنعرف نذاكر المنهج مش هارين ده احنا نذاكره مرتين ثلاثة فده تهيئة للعقل ان هو عاجل لو انت مفهمتش ايه المشكلة في فرصة تانية انما دلوقتي عقلك بيقولك ايه يسطح احنا لو موفيمناش مش هنفهم تاني يسطح المعلومة دية لو جات بكرة احنا هنتثوح فبالتالي عقلك بيطلع كل الافكار الجنية اللي عنده وبيتوحش ويبقى تنين مجنح كده ويخلص كل حاجة تمام فدلوقتي دلوقتي انت عندك التهيئة دي ليه عشان عندك حاجتين المعلومة التي نقرأها الان لن يتسنى لنا الوقت لنقرأها مرة اخرى والمعلومة التي نقرأها الان غالبا بتبقى معلومة مهمة انت مش هتقعد تذكر حاجات مالهاش لازمة قبل الامتحان ومفيش حاجات مالهاش لازمة اصلا فانت متوقع ان هي تجي في الامتحان بكرة فبتجيب اخرك في المذاكرة تاني حاجة مش بمجهودك بس بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى قبل اي حاجة وافتكر دايما ان كرم ربنا سبحانه وتعالى اكبر بكتير من مجهودك ولكن مجهودك دو مهم وخلي بالك مجهودك مش هيضيع الا ما سعى وليس الانساني الا ما سعى وأن سعيه سوف يرى لن يضيع الله سبحانه وتعالى ومش بس كده ثم يجزاه الجزاء الأوفا فحط الحتة دا هو بالك ظننا بالله انه لن يضيعنا ظننا بالله انه سبحانه وتعالى لن يضيع التعب بتاعنا ظنونا بالله سبحانه وتعالى ان تعبنا دهوت سيجزى جزاء اوفى يوفى ربنا سبحانه وتعالى الكريم المعطي المتفضل بس انت تبقى فاهم انه مش بميبودك بس فما جيش بقى لايحد يقولك ايه بص احنا ايام المتحنات ده بقى ما اللي هتجي تقول لي صلاة وقيام ليل ولا ورد القرآن اعمل حاج دلوقتي مذاكرة وربنا غفور رحيم بس انت بتتكلم في الصلاة حبيبي ماشي قيام الليل سنة بس احنا المفروض المفروض بالدنيا معكوسة انت بتقلب الدنيا ليه اقول لك لا انا عايز اوفر وقت المذاكرة وانت عشان فاكر ان هي بالاسباب بس عشان انت فاكر بس ان هي بمجهودة لا حبيبي ده توفيق ربنا يعني ان كان قيام الليل قبل كده دلوقتي قيام ليل قيام ليل قيام ليل ان كان قبل كده ورد القرآن صفحة دلوقتي ورد القرآن جز الحاجات ده هي بطلع بركة في اليوم انت مش متخيلها والله العظيم رب ساعة بارك الله فيها خير من عشر ساعات وانت عمال يقول لك انا حسيت انا ما انجزتش النواردة انت بقى لك قدبت زا كده من صباحيت ربنا ودلوقتي الساعة 12 رب الليل وما حسيت انت ما انجزتش اه مفيش بركة البركة من عند ربنا سبحانه وتعالى والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى وما تضيعوش الجنة واتضيعوا الرضا ربنا سبحانه وتعالى بشوية درجات مالاش اي تلاتين نازمة ويا ما شفنا دا كثرة ومهندسين ولا اللبن المسكوق ولا المدلوب ولا اي حاجة ابكي على الوقت اللي انت ها 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 تضيع الوقت اللي ضيع teenyقتتعمل ايه يحفزك ويغلف قلبك كده وإن أنت تعدل فيما بقي كن محسنا فيما بقي فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان يعني ديت على فكرة لها قصة اللي هو الفضائي المنعياض لما قبل أحد الناس يعني فبيقوله بيقوله أنت عندك كم سنة فبيقوله أنا عندي ستين سنة فالفضائي المنعياض أم يقول له ياه لك ستون عاما تسير إلى الله توشك وأن تصل فكون محسنا فيما بقي فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان فبص هي دي الفكرة الكلمة اللي أنا كنت بقولها في الأول أنت بلك ستين سنة ماشي عند رب نصحها توشك وأن تصل خلاص الموت يعني قابق أو سينة أو أدنى والأعمار بيد الله فتيجي في الفترة دية اوعى الضيع الفترة دية هي أكتر فترة تشتغل فيها تمام حاجش يندم الندم ده هو محتاج يعني الندم اللي يخليك تطلع لقدام عارفين الفرق بين النفس اللوامة والنفس الجلدة ما فيش حاجة اسمها النفس الجلدة بس النفس اللوامة دي لية في القرآن اللي هي النفس اللوامة دي اللي بتقولك كان ينفع كده قم بقى اشتغل في نفس جلدة بقى كان ينفع كده يا سطح يا معافي يا مهزء يا اللي ما بتفهمش هو أنت تستاهل حاجة أنت تقوم جاء موتك موتك حرفيا ليه كده طب ما تقولي أحنا ضيعنا يلا قم نشتغل مش احنا ضيعنا وانت بتفهمش وانت حمر وانت بقى بقى بيني بقى بيني النفات وتقعد انت بقى تجلد في نفسك لحد لو جبنا نفسك كده ولففناها هتلاقي فيه شروخ كده على من قطر الجل ليه قاله بحرام عليك نفسك حرام عليك ونختم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو بيحسك على التوكل على الله وتسليم أمرك لله اللي هو لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف آه قبل ما ننهي فيه ناس تيجي تقول لي يا دكتور الأحياء في آخر مدة وهننساها ومش عارف إيه هل تعلم المراجعة اللي أنا بجهزها؟ هل تعلم؟ يعني انت تعرف أنا بجهز في المراجعة؟ حضرك عارف ان انت هتسمع المنهج مرة واثنين وثلاثة وتحل عليه مرة واثنين وثلاثة ومش هنسيب فسوسة فيه يوتيوب ومنصة اليوتيوب هيبقى كافي جدا ان شاء الله والمنصة الناس اللي هتشترك فيه ليال الامتحان هتوصل بقى لليفل الألف في الموضوع هل تعلم؟ فهيبقى؟ سبع عارف ربنا سبحانه وتعالى ومتقلقش كل حاجة متجهزة خل ركز انت بس في الحاجات اللي معك دلوقتي ولو انت عايز كده ما بين مادة والتانية حاس بقى ان انت متأكد من مادة ديته وعايز تاخد ساعتين كده لأحياء يبقى ادخل على اليوتيوب هتلاقي المنهة كل مشروح راجع على باب مثلا هتلاقي اكتر باب مثلا كان ساعتين ومص لو انت بتسمع على اثنين هتخلص في ساعة وربع ولا حاجة سبحانك اللهم بحمدك اشهد والله إلا انت استفرك يتوب إليك والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم لا لا لم نخلق عبثا حاشنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كياتي جيل يستكمل ما كانا لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسانا لم نخلق عبثا حاشنا